موسيقى موسيقى كان محمد يكتب المووي بتاع اشتبك صح؟ قيب لنا فرح وشيكينه فكره واحدة ما هي حكاية الأوسكار؟ هل هذا صحيح؟ إنه صورت لسيته كلمة صورت لسيته كل دولة في العالم تختار فيلم من بلدي فهو مصر اختارته من الثمانين فيلم المتقدمين المثبت اختيار الأوسكار اللي بيختار منهم الأول تسعة وبعدين بيكون خمسة فهي حاجة كويسة ان الدولة اختارته بس لسه طبعا مشوار طويلة على شهر لقد اعتقدت انه في المنطقة بقى مصر روسيا بقى مصر روسيا نعم بقى ليلي انتي بتبصي فينا مقى ليلي احنا في قلالة عشان عندنا طموح عايزين في يوم من الأيام نعمل فيلم هنا بنحاول نكتب عندنا فيلم ساينس فكشن بقى صورة بنكتبه مع بعض مقى ليلي مقى ليلي فهي ده اللي بحاول نعمله دلوقتي و قطوة مجنونة بس زي ما كان قطوة قبل كده مجنونة ان انا سيب شغلي وابقى مؤلف وبعدين انا سيب شغلي كمؤلف وابقى مخرج ببقى تي بنسيب عالمنا وبنحاول نعمل في عالم جديد فيلم بطريقة مجنونة مباشرة مغى ماهي البروسس ان انت تلاقي اي انت تلاقي حد يبص على يراتي هنا البروسس انت تتعوى مصر برسما تعمل هنا أجزان لا تعمل انت تحرير طبعا الاجزان بيجيب لك البريد يسهل لك الدنيا بس انت لو كتبت مثلا شغلاتنا نحن نبدأ بسكريبت نبدأ بأي حاجة من الأشجات هذه كلها، هذا ما نفعله، يمكنك أن تفعلها، يمكنك أن تفعلها كثيراً، وغيراً لديهم أجنت في الألوات كيف تجد أن تجد حتى أحد يفترض أن تفعلها؟ خلاش؟ طبعاً، ما تعملت ممكن أن تفعل شيئاً في أمريكاً، لا أريد أن تفعل فيلم انترناشنال، لكن الذي احرارتني، هذا فيلم، وصورة تتبينه مع بعض، فيلم اسمه هوتا لا، لم أرغب شيء؟ صورة، بك سورة، إذا، سورة، مظهر قوي صورة، وعندما ترى شنة تجد حتى معي، هذه المهادة آآ أكبر، أنا كبير أكثر من الأنم لأنني أصدقائي لأنني أصدقائي أخير أخيراً قد تكتبني أخونات بكتابي البداعات معا لا أخبرتني أنت تتعلم حسناً، أنا أعمل بحامد مالي أنا أحب هذا هو كيف نعم أعتقد أني أخيراً أنا أعتقد أني أخيراً أنا أعمل بحامد 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 جاء أنا أحبت بحامد 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 أنا أخبرتني أخفزي بحامد من العرب ستبقى ومن ستبقى ومن ستبقى لذلك ستبقى عامة المعامزة ومع كثيراً ومع ذلك بحامد تتولي حتماً مبارك أمامي أتهاب ويسرى وأتهاب كانت بالكبير المثلية مع نهاية الأمر سيكون مبارك أماماً هذا أجل مبارك الأمر ويشعرنا لها كم تصوير الشكرا السلطة الإجابة المترجمان كلمة أتكتبه في المصر أتكتبه في عربي أنا و سارة مع بعض بنحض نبع نصر ونحض نحضر ونحضر ونحضر نحضر ونحضر ونحضر الموضوع مني بعد ما تحضر الناس لتحاول تحاولها؟ من شخصا عميس؟ نحضر أبداً نحضر أبداً هذا سيكون مهلاً ينبع في المنطقة الأساسية ويحصل على الأمريكي ويأتي في المنطقة أنا سألت في الفرم المنزل في الموحمن الخاصة في المنزل سوى كثيراً في الدولت السبب هو أنه لا يمكن أن ترى كمتالي قصير يمكن أن ترى كمتالي وكما يمكن أن ترى كمتالي منها ومن الوقت التي ترى الكمتالي قصير ومتالي قصير من الناس مثل ماسر كلمات بمعنى من المتحضة والمعنى من المتحضة ومعنى من المتحضة يمكنك أن تحرد على ومعنى الآن تحديث تحول هنا لتكلمين ولم يكن أن تكون لديك فقط إلى هنا ومعنى من المجدد ليس بسرعة لكي تحديث ومن المجدد يددك ويجب أن تتخلقنا وتقول أن هذا هو رسومي؟ نعم يتخلق العنوين بتاع الشركات مثل البابلس ويجب أن تخبط بلت لما حد يقولون لي ويجب أن تتخلق بي في المصرف الأول ويجب أن تتكلمني بعدها تنشهور وكسع شهور إنها مجموعة أعلى ويجب أن أتصل إلى فلان ويجب أن أكون مميزة معهم ولكن أريد أن أقول لك أنا أصدقائي اسمه عمر نعيم دون هو 27 كان كتب سكريبت كان لسه بيشتغل عليه في ورشة كتابة وبعدين حد شاف أن السكريبت حل فقال له السكريبت ده رائع لروبن ويليمز يعني سنتد روبن ويليمز والصديق ده 27 عام أخرج الفيلم واسمه The Final Cut إنه ساينس فكشن فيلم أخرجه وأنتجه وكان أول فيلم يخرجه في حياته وأول فيلم يكتجه في حياته حقا لا أنا عندي كالمدرس يدرسنا بيقول لنا لو كتبت سكريبت كويس ورميته من الشباك رميته من الشباك هيرجع معمول فيلم جازة طبعا فعندك مستعدة تعمل تطحية وتقعد 3-4 سنين مركز في مشواز إحنا عملنا من 6-7-8 لغاية اشتباك خمس سنين ونص مستعدة تعمل كده أو لا؟ هل تعمل سنين تعمل كده؟ كنت تعمل كده أخرى أو كنت قاعد لتري كنت تكتب حاجات عشان أعرف هاي كل لكن حاجات صغيرة أنا مجهودي أكلي ستار برسي زي كتبت فيلم سبوديكور بحبه كتبت جزيرة اثنين متضاق منه متضاق منه متضاق منه متضاق منه لأنه في الاخر كان بيعبر عن وجهة نظر سياسية مش هو جهة نظري أو تفاهم الأسباب غلط لأن الفيلم تكتب في وقت كان أيام مرسي ويعلنوا الدستوري وعندما نزل نزل أيام بعد السيسي وعجات زي كده كأنه بقى يتكلم على وقت تاني وكأنه دي مش كيلة الأرثة الأرثة سنتين دي مش كيلة عشان كده أنا كنت مكتب مقابل اشتباك النظر العديد رايت آخر يوم بقدته وأطور فيه بحيس أنه بقى يتكلم على اليوم اللي نزل فيه مش اليوم اللي نتعمل فيه مش اليوم اللي نتعمل فيه خلاش أنا مش عايز أغير فيه صدر عايز أغير فيه صدر وفخور بيه ويعني هذا هو أخير حاجة عملة في حياتي مكسورة